بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا في دروس حول مقرر تنظيم حاسبات واحد نواصل لمواضيع الباب الأول Registered Transfer and Micro Operations في هذا الدرس نتحدث عن موضوعين موضوع الأول The ALSU وهي اختصار لأريسماتيك لوجيك شيفت يونيت أو وحدة الحساب والمنطق والإزاحة وفيه نتحدث عن هذه الوحدة التي تقوم بتنفيذ جميع أنواع العمليات التقيقة في الحاسب سواء كانت حسابية أو منطقية أو عمليات إزاحة وفي الجزء الثاني Operations of the ALSU نرى ما هي هذه العمليات التي تتم بهذه الوحدة بالتحديد نبدأ The ALSU وحدة الحساب والمنطق والإزاحة شرحنا في الدروس السابقة أن هناك دوائر منطقية تنفذ بها العمليات الحسابية ودوائر منطقية أخرى تنفذ بها العمليات المنطقية وهناك أيضا عمليات إزاحة هذه الوحدة تشمل جميع الدوائر التي تقوم بجميع العمليات مهما كان نوعها لذلك سميت وحدة الحساب والمنطق والإزاحة وكما نرى في الشكل والذي يمثل مرحلة واحدة من مراحل هذه الوحدة One Stage of an ALSU هذا الرسم يحتوي على الصندوق الأعلى هذا وهو صندوق الدوائر المنطقية التي تنفذ مرحلة واحدة من مراحل العمليات الحسابية وقد شرحناه سابقاً الصندوق الأدنى تمثل مرحلة واحدة لدائرة منطقية تنفذ العمليات المنطقية وهناك عمليتين إزاحة هما Shift-Right وShift-Left الذين نراهما في أدنى الرسم هناك أيضا ملتيبليكسر 4x1 ملتيبليكسر به نختار العمليات التي نريد تنفيذها في الحاسب بحيث يكون ناتج هذا الملتيبليكسر إما عملية حسابية والعمليات الحسابية كثيرة نذكر منها جمع طرح وغيرها أو عملية منطقية والعمليات المنطقية أيضا كثيرة نذكر منها Ant X-Or وغيرها أو عملية إزاحة إلى اليمين أو عملية إزاحة إلى اليسار Shift-Right أو Shift-Left هذه هي الخيارات الممكنة هذا الملتيبليكسر نستطيع أن نختار به كما نرى من الرسم إما دخل DI للملتيبليكسر اللي هو دخل 0 أو دخل EI للملتيبليكسر وهو دخل 1 أو Shift-Right وهو دخل 2 أو Shift-Left وهو دخل 3 هذا للاختيار بين العمليات الحسابية والمنطقية وعمليات الإزاحة طيب السؤال كيف نختار أحد أنواع العمليات الحسابية قلنا أن هناك جمع طرح وغيره هذا نختاره بخطوط اختيار S0 و S1 هذه تختار لنا إما عملية حسابية محددة من هذا الصندوق أو عملية منطقية محددة من هذا الصندوق هذه العملية التي نختارها هي التي تصل إلى allowed put DI أو EI حسب الاختيار ثم الاختيار بواسط الملتيبليكسر يتم عن طريق خطوط الاختيار S3 و S2 ب S3 و S2 نستطيع أن نختار بين الزيرو والون والتو والسيري كمداخل مختلفة للملتيبليكسر وب S0 و S1 نستطيع أن نختار إما جمع أو طرح أو أنت أو إكسور أو غيره من العمليات الحسابية والمنطقية المتعددة وكل ذلك يتم لمرحلة واحدة لذلك الانبوت لهذه الصناديق الاثنين هو مرحلة واحدة إما AI أو BI يعني A0 B0 أو A1 B1 من الأرقام الثنائية المتعددة السؤال ما هي العمليات التي يمكن إجراءها بهذه الوحدة؟ هذا ما سنراه في الدرس القادم وهو إجابة هذا السؤال تعتمد على تشكيلات خطوط الاختيار S3, S2, S1, S0 وهناك أيضا مدخل يؤثر في الاختيار هو CI فنضيف له CI ونرى كيف يتم الاختيار إذا كانت هذه كلها أصفار مثلا أو كانت هذه كلها أصفار وهذا واحد هذا ما نراه في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر